يسود الهدوء إقليم كردستان بعد يوم من الاستفتاء على الانفصال على العراق ترقبا لإعلان نتائجه رسميا في حين بدأ الجيش العراقي مناورات واسعة مع الجيشين التركي والإيراني على الحدود وحددت المفواضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء إعلان النتائج بعد نحو 72 ساعة بدءا من انتهاء عمليات التصويت وأشارت إلى مشاركة 72% من سكان إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها في الاستفتاء وسجلت أقل نسبة مشاركة في محافظة أسليمانية وحلبجة بـ 55% بسبب موقف حركة التغيير والجماعة الإسلامية الرافض للاستفتاء وجاءت أعلى نسبة المشاركة في محافظة دهوك حيث بلغت 90% وفي أنقرار ندد الرئيس التركي رجب طيب أردغان بالاستفتاء الكردي واصفا إياه بأنه عمل من أعمال الخيانة كذلك انتقد أردغان رفع العالم الإسرائيلي خلال الاستفتاء في كردستان قائلا أقول لإخوتي ويقصد الأكراد في سوريا والعراق تعالوا لنكون معا ولا تسقطوا في الفخ لأن من يتلاعب بكم اليوم سيدرككم وحدكم ولن تنجيكم الألام الإسرائيلية التي رفعتموها بعد الاستفتاء بدوره انتقد مستشار قائل الثورة الإيرانية في الشؤون الدولية على أكبر ولاية استفتاء كردستان العراق لافتا إلى أن الأمريكيين والإسرائيليين يدعمونه لأنهم لمسوا عدم جدوى تنظيم داعش الإرهابي